فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر هذا في مقابل المنافقين من الأعراب أشد كفرا ونفاق من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله يعني الزكاة التي يدفعونها يفرحون بذلك ويعتبرونه قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى يطلبون به الأجر بخلاف الذين يدفعون النفقات من الأعراب على أنها غرامة ويتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر تخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول يعني وطلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون من صدقاتهم أن الرسول يدعو لهم لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب فهم يدفعون الصدقات طمعا في ثواب الله وطمعا في دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على صدق إيمانهم بالله عز وجل فهذا فيه أن الزكاة الفريضة العظيمة التي هي قرينة الصلاة أنها تفيد صاحبها هذه الميزات العظيمة أنها تقرب إلى الله وأنها توجب دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد دعى صلى الله عليه وسلم لهؤلاء قبل موته فالرسول يدعو لمن لمن دفع ماله ابتغاء وجه الله عز وجل وصلوات الرسول قال الله جل وعلا ألا إنها قربة لهم وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب للولي الأمر ولمن يجب الزكاة أن يدعو للمتصدقين عند أخذ صدقاتهم يدعو لهم لأن الله قال ودعوات الرسول الرسول يدعو في حياته وكذلك من يأتي بعده من ولاة أمور المسلمين فإنهم يدعون للمتصدقين إذا دفعوا صدقاتهم ترجمة نانسي قنقر